زيكو يا جماعة عاملين ايه? في خبر غريب جدا نزل. الحقه. وزي الخارجية الجزائري بيقول ان الجزائرين دخلوا السحراء المغربية من غير تأشيرة. حد يتأكد لنا بس الخبر ده بجد ولا لا عشانا ما بقيتش عارف انا بقيت الف حوالي النفسي والله العظيم. يعني بقيت اتدور اقول طب هل ده مسلا تخبر فيك? هل ده حد مركبه مسلا او ده حقيقي ولا وانا مجنون? انا صحيت من النوم شفته قلت لازم اجري عليكم على طول بسرعة. اه مش قادر افهم اه ايه ده? يعني حد يقول لي ده ايه? وده مقلب مسلا الكمال الخفية هو بيقول لنا يعني ولا ده مسلا هو عايزنا نضحك عليه? ولا ايه مش فاهم? وبعدين طب هو قصده مسلا السحراء المغربية الغربية مسلا بتاعت مصر? يعني السحراء الغربية بتاعت مصر مسلا اه مسلا هتديه لهم خلوهم يدخلوا ببلاش ولا ايه? ما انا مش فاهم. اصل لو السحراء المغربية اكيد ده شيء اه بعطوطي بعشوشي اه شلبوكي. اما ازا كانت السحراء الغربية بتاعت مصر وهو بيقول انهم هيدخلوا من غير تأشيرة. ازا كانت كده يعني فهو برضو شيء بطوشي ده عشوشي. كلبوشي هبالي. فحد يتأكد لنا مخابر ده عشان انا بجد انا صحيف منهم بطني واجعت ان ما قريته يعني حاسيت بواجع في بطني. وحسيت ان انا عايز ارجع ودايخ. فمش عارف. حد يتأكد لي الخبر ده بجد ولا لأ? دي اول حاجة. اه وهل هي هرتقة وهي بالتأكيد هرتقة من هرتقات وخزعبلات وهباليات اه وزير الخرجاء الجزائري. احنا عايزين بس نتطمن انه يعني ده وسوخن حررته عالية ولا الموضوع ده مسلا اه حد مركب له الخبر ده برضو عشان ما نظلمش يعني. لو قال التصريح ده بجد يبقى اكيد عنده اسهال ما لهاش معنا تاني. اما ازا كان حد مركب الخبر ده فيعني الله يسامحه بقى لان صحاني صبح على واجع بطن والله معدتي مش مظبوطة من ساعدة. الخبر التاني بقى وده الخبر للمفاجئة. انه قناة النهار يا جماعة وموقع النهار يعني اللي احنا عملين نجيب منهم الاخبار الكوميديا بتاعتنا ومواقف وطرائفنا للأسف للأسف زعلت المغربة. لان هي قفلت الموقع على المغربة. يعني اي حد يدخل من المغرب ده اللي انا شفتم بارح. الحقيقة انه كان صديقي حاتم المرابط عمله انه الموقع بتاع النهار قفل على المغربة. يعني اي حد من جوة المغرب مش هيعرف للأسف يشوف الموقع بتاع النهار. للأسف يعني. بس تلاقوش يعني انا هنا من مصر هدخلكوا كل يوم ولكوا الاخبار عادي. لان احنا مش هنعرف نعيش مش هنعرف نعيش في حياتنا من غير قناة النهار وموقع النهار الجزائريتين الجزائريان الجزائريون اي حاجة. انا حياتي ما تنفعش من غير الشروق والنهار. بجد يا جماعة. حياتي مش هتنفع. وانتو كمان اكيد انتو هتزعلوا جدا من الخبر ده. كل واحد النهار ده مغربي بيصعب من النوم هتحك على ايه النهار ده مفيش حاجة دحكني افتح موقع النهار. اه هستخف دمني كده واحد اتحك مع اصحابي على ايه? وهزر والتالية الفكاهة بتاعت اليوم. قناة الشروق وموقع الشروق. ادخل بسرعة اشوف قناة الشروق وموقع الشروق. فدلوقتي النهار ده قفلت على المغربة وبعدها الشروق هتعمل نفس الحركة. هنا بقى لازم نعلق تعليق مهم جدا. انا لما دخل طبعا كلوك بتستخدموا وتدخلوا عادنا. انا بدحك يعني كلو يستخدم ويدخل النهار ده عشان نتحك مع بعض. انا عارف ان المغربة كده كده لا بيدخلوا على النهار ولا نيلة. انا عارف طبعا ولا بيفرقلهم الكلام ده. لكن برضو اللي حابب يعرف بيت ال ايه لان احنا كناس مثقفة لازم نتابع بيت ال ايه عشان نرد عليهم. فطبعا اللي عايز يدخل يعني يشوف هيدخل من الفي بي انا عادي جدا. انا هم طبعا في متاح الغبائل انت ما تقفل على دولة. اه هو المغربة يعني عاشين في المغرب بس ما في مغربة في كل حتة في العالم يعني. وبعدين غير كده هم المغربة بس اللي بيشوفوا موقع النهار ولا في مصريين برضو وبيدفعوا كلهم عن المغرب. فكاهة. اه انا مثلا من كام يوم لما كانوا داخلوا شاتموني على الفيسبوك. والكلام اللي بيعملوه وحركات اللي بيعملوه على الفيسبوك. فواحد اقترح علي اقلق في العليهم اعمل انه صفحتك في الفيسبوك ما تزهرش للجزائريين. يعني ما تزهرش في الجزائر. فالحقيقة ان انا دخلت عملت نفس الحركة طبعا ما شغلتش بقى دماغي وعدت اقول بقى سيدخلوا من الفي بي ان والكلام ده فدخلت من آآ آآ الفيسبوك عندي على صفحيتي وقفلت عليهم عملت الجزائر نهامة ايه محدش يشوفه. فانا عارف طبعا فيه جزائرين كتير جدا في فرنسا. وكمان حتى اللي في الجزائر سهل او يدخلوا من الفي بي ان. فلاقيت فعلا ان هما دخلوا لي طبعا سواء من فرنسا او من الفي بي ان. فانا هنا بعتب على المغاربة الصباح. يعني انا بامانة زعلت من المغاربة. لما لقيت ان الجزائريين اللي هم جوا جزائر. انا مش باتكلم عالجزائرين لفرنسا. وركزوا معي قوى مغاربة في الحتة دي. زعلت من المغاربة لما لقيت الجزائريين داخلين من الفي بي ان. من جوا الجزائر عشان يدخلوا على صفحيتي اشتمني. ليه بقى? تفكروا ليه? لانه الجزائر ما فيكاش واي فاي. فالمغاربة هم اللي بييضروا الجزائر واي فاي. يعني يا جماعة سيطروا شواء على الواي فاي عندكم عشان الجزائريين بياخدوا واي فاي من عندكن وبيدخلوا لي من الفي بي اني يشتمني يعني على الصفحة بتاعتي. فالمغاربة طبعا اه مش في ايدهم القصة دي لانه هما بيسرقوا الواي فاي من المغرب في ناس بتدخل تعمل اه والشبكة بتاعت المغرب بيدخلوا عليها ياخدوا اه ياخدوا شبكة يعني ياخدوا واي فاي ويدخلوا فارجوكوا يعني يا مغربة حفزوا على الواي فاي بتاعكم عشان هما بيسرقوا الواي فاي من عندكم عشان هما كده كده من غيركم مش هلقوا واي فاي فاي يعني اي مغربي يلاقي واي فاي قفلوا على طول اه طبعا انا بهذر معكم انتم اخواتي فتحوا الواي فاي عادي وخلوهم يدخلوا بالعكس لما بيدخلوا آآ وبيسرقوا واي فاي من عندكم المغرب وبيدخلوا عندي على الصفحة بقعد هدحك بالنسبة لي دي فوك يعني حاجة يا طرفيهاي بجد لو الصفحة فضلت ما فيهاش الكلام اللي بيكتبوه مش هندحك يا جماعة هنقول اخبار بس زي ما قلت لكم برضو لو قناة النهار وقناة الشروق الجزائريتين قفلوا هنزعل هنزهق ده دي الفوكاة بتاعت اليوم ده البنبوني بتاع اليوم فعشان كده انا كنت مبسوط جدا ان هما دخلوا لي من الفي بي ان ودخلوا لي من آآ فرنسا واعدوا يشتموا في وكاته اضطر فيه الفوكاهة الاقي التعليقات المغربية جميلة المغربة اقول لهم صباح الخير صباح الخير يا مجدي صباح الخير يا فرعون كله بيكتب لي في النص لازم الاقي الشيتي ما بقى والحاجات الفوكاهية اليومية اللي هي بتاعت ايه انتو بطبعين زي بعض انتو مش عارف اولاد الصهاي كلام الفوكاهي بتاعهم ده يعني الكلام اللي مالوش نهاية وكل حاجات يعني شفتوا الفلسطينيين قالوا ايه على المغربة بعد ماتش المغرب وفلسطين وشفتوا قد ايه اعلام فلسطين كبارفوعة في مدرجات المغرب يعني علاقة المغربة بالفلسطينيين علاقة كبيرة جدا محدش يقدر يلعب عليها ويزايد عليها عشان يكسب في الوطن العربي بقى ويقول لك اصلا احنا هنقوم العرب عم فيش الكلام ده خالص احنا بيربطنا كلنا ادم واسر وعائلات فاللعبة اللي هما بيلعبوها اللي هما فجأة بقوا بيتكلموا فيها ويسابوا كل حاجة يعني طب ليه ما تكلموش في القصة دي من سنين قصة فلسطين لا هو دلوقتي لازم نتكرم على فلسطين عشان دلوقتي احنا عايزين نلعب من الناحية دي عشان ندخل من السكة دي للمغربة ونحاول نقوم بعض الناس عالمغرب وانه شوفتوا مش مع القضية الفلسطينية رغم ان احنا عارفين انه المغرب هو المسند الاول قضي الفلسطينية من زمان قوي المهم دول كانوا الخبرين اللي معنا النهاردة الخبر الاولين بتاع ان العمامرة بيقول ان الجزائرين هدخلوا الصحراء المغربية من غير التأشيرة او الغربية بتاعة مصر من غير تأشيرة وفي الحالتين لو التصريح ده حقيقي يبقى ده خزعبلات شلبوكات اي كلام اما الخبر التاني وهو انه قناة النهار قفلت على المغربة وقال يعني المغربة مش عرفوا يدخلوا لو عايزين يشوفوا الاخبار بتاعات قناة النهار مسان نرقيقكم وتعليقاتكم على احنا قناة ده ما تنسوش تعملوا اللايك اهم حاجة عشان الفيديو يوصلكو تاني وفيديوهات ترجع توصلكو تاني بعد الشكاوي اللي جات واشكركوا جدا جدا واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم.